السيد الرئيس أود في البداية أن أتقدم إليكم بالتهنئة على الرئاسة النرويجية الناجحة لمجلس الأمن لهذا الشهر متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح كما أتمنى لجميع الدول المنضمة للمجلس لعام 2022 النجاح والتوفيق كذلك تؤكد المملكة العربية السعودية على تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاسمتها القدس الشريف وضمان حق العودة للاجئة الفلسطينيين كما وتشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط خيارا استراتيجيا لإنهاء أحد أطول وأعقد السراعات التاريخية التي شهدها العالم المعاصر وذلك على أساس حل الدولتين ويفقا للمرجعيات الدولية مبادرة السلام العربية لعام 2002 والتي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمة القدس الشريف وعودة اللاجئين وإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية السيد الرئيس لا تزال سلطات الاحتلال التي تتخذ التدليس والتدنيس منهجا لها تنتهك القرارات والأعراف الدولية في فلسطين المحتلة وتمارس أبشع أنواع الظلم والعدوان بحق الشعب الفلسطيني فالانتهاك الصارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل من قبل رئيس الكائن الإسرائيلي يمثل غيظا من فيض لهذه الانتهاكات لقد حان الوقت للبجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسؤولياتهما تجاه نصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عبر إحقاق الحق وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة التي كفلتها له القرارات الدولية والتصدي بحزم للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة السيد الرئيس تؤكد البليشة الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يوما بعد يوم عن عدم اكتراثها لتطلعات الشعب اليمني الشقيق واستقرار اليمن وعلى دورها التخريبي في تهديد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين وأكبر دليل على ذلك استمرارها في تهديد سلامة الملاحة الدولية واستخدام الأعيان المدنية والموانئ اليمنية لزعزعة أمن المنطقة ومهاجمة المدنيين في المملكة ودولة الإمارات العربية الشقيقة والتي كان من آخرها الهجوم الأرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي وخطف السفينة الإماراتية روابي وفي هذا الصدد تؤكد بلادي على وقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها وأهمية مواجهة خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها المستمر لاستقرار في المنطقة والعالم كما تؤكد بلادي على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع تزاماتها وفقا للقانون الدولي للرد على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية التي تتعرض لها من قبل هذه الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران كما تؤكد المملكة على مبادراتها لحل النزاع في اليمن وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الميليشيا الإرهابية التي تعرقل جميع جهود السلام الساعية للتوصل إلى حل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 22-16 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني كما تشدد على أن غياب الإجراءات الحازمة تجاه هذه الميليشيا هو ما أعطاها مساحة أكبر لإضرار بالشعب اليمني وزعزعة أمن واستقرار المنطقة والتأثير بشكل كبير على الأمن والسلم الدوليين السيد الرئيس تقف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء وإيقاف لهيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة شكرا السيد الرئيس